أهلاً بالأحباء الكرام أذكركم في عجالة بما تحدثنا به في الحلقة الماضية فقد كنا بدأنا الحديث عن المنهج العلمي الذي سوف نستخدمه في دراسة التاريخ المبكر للإسلام وبما أن المنهج الدكارتي هو المنهج الأكثر استخداماً في دراسة تاريخ الأديان والذي يعتمد على الشكل التدقيق في الادعاءات المعرفية بهدف فرز الصحيح منها والمكدوب ورأينا أن الأنبياء في القرآن نهجوا أسلوب الشك في الوصول إلى حقيقة الأمور خاصة فيما يتعلق بالإيمان ورأينا أيضاً أن هذا المنهج كان موجوداً بحسب القرآن عند الملائكة منذ البدء قبيل خلق آدم بين قوسين سورة البقرة الآية 30 ثم شك أبو الأنبياء إبراهيم الخليل وذلك في سورة البقرة وشك موسى في سورة الأعراف الآية 143 وشك الحوريون في سورة المائدة الآية 112 وغيرها فمن الطبيعي أن يشك محمد بن عبد الله ورسول الإسلام في معتقدات قومه ولم يبقى حبيس التقليد والتبعية لما وجد عليه جده عبد المطلب وعمه أبا طالب ومجتمعه القريشي ففكر وتدبر واقتطع قسطاً من وقته للتأمل والتفكير في خالق الكون حتى اهتدى إلى ما وصل إليه ولهذا جاء في سورة الضحى الآية السابعة ووجد كضالاً فهدا وهذا الضلال يتمحور في عدم معرفته الكتابة والإيمان كما يتبين من سورة الشورى الآية 52 وما كنت بين قوسين يا محمد تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلى آخره فهذه الوقفة للتأمل والتفكير والتدبير هي واجب على كل مؤمن ولا ينبغي له الاكتفاء بما ورثه من ثقافة وعقيدة من الآباء والأجداد ولا يقوم بهذه الوقفة التأملية إلا الأقلية القليلة من المجتمع فإبراهيم الخليل حسب القرآن هو الوحيد في قومه من شك في عبادة أصنامهم وخلوة محمد في غار حراء كما تذكر الرواية الإسلامية انصحت في كتب السير كسيرة ابن إصحاق وابن هشام والصحاح في بدء الوحي عند البخاري على سبيل المثال وتاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كتير وغيرها من أمهات الكتب الإسلامية هذه الخلوة لم تكن مألوفة عند قومه فمجرد التشكيك فيما كان عليه السلف يعرض صاحبه للسخرية والاستهزاء كما جاء في صورة الأنعام الآية الخامسة فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وكرر الإخبار عن هذا الاستهزاء من طرف قومه حيث جاء في الآية العاشرة من نفس الصورة ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون سخروا منه كذلك في صورة الصفات الآية 12 كما فعل قوم نوح عندما كان يصنع الفلك حيث جاء في صورة هود الآية 38 وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه إلى آخره وعندما يحاول تبليغهم بما يحمله من الرسالة يجعلون أصابعهم في آدانهم ممتنعين بذلك للسماع له حيث جاء في صورة نوح الآية السابعة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آدانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا والسبب في ذلك هو التعصب الشديد لدين الآباء والأجداد والتشبت به وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فيرد عليهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون سورة البقرة لآية 170 ومرة أخرى في سورة المائدة لآية 140 يؤكد على هذا التعصب وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا فيرد عليهم مرة أخرى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون الإشكال في كل العصور والأزمنة فالناس على دين آبائهم وأجدادهم فكلما جاءهم أحد بما لم يألفوه صدوه وحاربوه وجعلوا أصابعهم في آدانهم وإن صر على التبليغ وصفوه بالجنون كما تفيد الآية 52 من سورة الداريات تقول الآية كذلك ما آت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وفي صورة الحجر الآية السادسة وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وهناك آيات كثيرة تشير إلى هذا الاتهام من طرف خصومه كصورة القلم الآية الثالثة دخان 14 الصافات 36 والتكوير 22 وغيرها من الآيات إذن بمجرد إعادة النظر في الموروط الديني سيجعل أغلبية صاحقة ترفض الخوض في هذا الموروط وتصف من يقترب منه بالشك والربع بالكفر والجنون فلست عزيزة المشاهد عزيز المشاهد الوحيد في صف من يرفض الخوض والمساس بهذا الموروط حتى من باب التأكيد والتوكيد باعتباره موروطا مقدسا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فتنسى الأغلبية أن هذا الموروط الإسلامي كتبه ونقله أناس غير معصومين فهل لديك عزيز المتابع وعزيزة المتابعة الشجاعة في الدخول هذه التجربة العلمية لهذا الموروط المقدس فهل تذهب على خطى الأنبياء في شكهم وترفض القول كما قال خصومهم هذا ما وجدنا عليه آباءنا الأولين إذا كنت عزيز المشاهد عزيزة المشاهدة من الأقلية التي سوف تخوض معنا هذه التجربة العلمية بشجاعة وحكمة وفطنة فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى لنبدأ على خيرت الله هذه التجربة العلمية بأدوات لم تكن متاحة لعلماء الإسلام والمفسرون من علم الخطاطة بليوغرافي وعلم المخطوطات كوديكولوجي وعلم فقه اللغة المقارن فيلولوجي وغيرها من العلوم الحديثة أما إذا كنت من المتعصبين الذين لا يريدون التغيير والتطور فأنصحك أن لا تضيع وقتك في متابعة حلقات هذا البرنامج لأنها لن تفيدك في شيء فالتغيير يأتي من الداخل كما جاء في صورة الرعب الآية 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أول خطوة في هذه المسيرة سوف نرى هل هناك وثائق تاريخية مادية من مخطوطات وعملات ونقوش تعود لعصر ظهور الإسلام تؤكد الرواية الإسلامية التي يعرفها الصغير قبل الكبير من الأمة الإسلامية وإذا وجدت مثل هذه الوتائق المادية فهل هي حقيقية تعود فعلا لهذه الفترة أي الفترة البدايات الأولى لظهور الإسلام للرد على هذه الأسئلة كونوا معنا في الحلقة المقبلة وإلى ذلكم الموعد دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر